تحسين جودة البويضات حاجة مهمة جدا في عمليات الحقن المجاري لما بنحسن جودة البويضات بنحسن جودة الأجنة أو بنساعد في تحسين جودة الأجنة اللي احنا بنشتغل به طيب ازاي بقى بنحسن جودة البويضات الحياة بنشتغل على محاور ثبتة اول حاجة بنعملها هي المبادئ العامة ايه المبادئ العامة دي؟ رياضة ريجيم مضادات أكسادة رياضة يعني هي رياضة يعني لازم المريضة تنزل النادي وتلعب ألعاب؟ لا خالص يكفي انها بتتماشى الرياضة في صورة اللي تماشى والكارديو اجزرسايز ده بيحسن الدورة الدموية وبيبقى ليه طريقة أو بطريقة غير مباشرة بيساعد في تحسين جودة الأجنة اتنين ريجيم والريجيم بالنسبة لنا مش بنقصود بأن العامة لازم تخس بس تاكل كويس أكل صحفي خضار صلطة فاكهة منتجات قلبان تبعد عن الحاجات اللي هي الأكل اللي مش مفيد الأكل الضار الأكل اللي هو الحاجات بقى المحمر والمشمر والحاجات اللي زي كده يعني يتركز ان أكلها يبقى كويس تلاتة بندي المريضة مضادات أجسادة وفي حقيقة كم كبير جدا من مضادات الأجسادة في السوق وهيمكن نبقى نقول فيديو لوحده كده على اختيار نوع مضادات الأجسادة يبقى بداية الكلام في مبادئ عامة رياضة ريجيم مضادات أجسادة اتنين حننصح المريضة انها توقف التدخين لو هي كانت مدخنة والحقيقة ان احنا حننصحها تمنع كل العادات الصحية تضارة بالصحة عادات صحية ضارة بالصحة يعني يمكن لما بنقول نوقف التدخين ونوقف العادات الصحية تضارة بالصحة يبدو الكلام ان احنا بنخاطب الرجال أكتر من الستات لا بالعكس للأسف الشديد بنقابل الستات كتير جدا انهاردة بتتعاطى بعض الأدوية اللي مش كويس يعني للأسف الشديد جزء مش قليل من السيدات النهاردة بيقولنا في عادات الخصوبة بتعاطوا بعض الأدوية المخدرة زي الترامدول الحياة الترامدول للأسف بقى مشكلة مش بس عند الرجالة ده كمان مشكلة مع السيدات يبقى معلومة مهمة جدا ان انا لازم اوقف التدخين اوقف كل العادات اسألة ضارة بالصحة تلاتة بنبتدي ندي أدوية بتحفص انجودة البويضات جزء من الأدوية دي طبعا بتبقى فيتامينات ومكملات غذائية ولكن من الأدوية بقى الأساسية اللي بنشتغل عليها الأدوية الهرمونية أدوية زي الأندرجنس مثال الدائية المشهور في السوق اتنين الأدوية الهرمونية زي الجروث هرمون في بعض العينين بيحتاجوا هرمونات في صورة جروث هرمون في بعض العينين بنحتاج ندي ثيرويد إكستراكت زي الهرمون بتاع الغدة الدرقية يعني بندي العينة شوية أدوية في صورة هرمونات اتنين بندي أدوية بتشتغل على اللي هو بنسميها الميتوكوندريال إنزايمز فيه أدوية بنيديها بتشتغل على اللي هو حاجة في الخلية اسمها الميتوكوندريا بتحسن الكفاءة بتاعتها يعني بالبلدي كده بنيدي شوية أدوية بتساعد في تحسين جودة البويضات طيب فيه بقى بعض الناس بنحتاج كمان نحقن لهم بلازمة هل البلازمة بنحقنها في كل المرضى عشان نحسن جودة البويضات لا طبعا البلازمة غالبا بنفكر فيها أو حقنا البلازمة في المبيض بنفكر فيه في العينين اللي عندهم ضعفة في مخزون المبيض في العينين اللي هو ما عندهمش بويضات كتيرة وهنا برضو لازم نقول إن حقن البلازمة في المبيض ده بنسميه كده under trial procedure يعني ما هيش حاجة معتمدة بنعملها في كل الحالات ولكن لما بنعملها في العينين المصبوطين بمعنى العينة اللي عندها مخزون المبيض قليل مش ما عندهاش مخزون المبيض يعني كتير جدا من الدكاترة والزملاء الأفاضل سمعتهم بيتكلموا على حقن البلازمة إنهم ما بيجيبش معهم نتائج خالز للأسف الشديد هم ظلموا البروسيدور دوت شوية عكس كل اللي مكتوب في الليتراتشر وفي كل المراجع العلمية لأنهم بمنتهى البساطة حقنوا في عينين يا كاد ويكونوا منوبوزل يعني العينين دول تقريبا ما بقاش عندهم بويضات فلما حقنوا البلازمة ما استجابوش طب لو كانت العينة دي اتحقنت وهي عندها ضعفة في مخزون المبيض احتمال كبير كانت تطلع مش هنقول بويضات أكتر بس بويضات بدرجة عالية ما هي ممكن العينة تطلع بويضة أو اتنين كويسين نقدر ننجح بيوم العملية زي ما بنقول ممكن نجيبك بول من خرم إبرة طيب إيه بقى الرسالة اللي عايزين نقولها في الفيديو دوت عايزين نقول إن احنا النهاردة لازم لما نعمل عملية الحقن المجهري لازم نعملها في مكان كويس مع ده كترة متخصصين هيعرفوا يشخصوا حالة حضرتك كويس وغالبا هيعرفوا يعالجوا حضرتك كويس وربنا إن شاء الله بإذن الله يجعلهم سبب في الشفاء والعلاق اشتركوا في القناة